مرحبا اهلا بيس بي ابن يو اسم مصر محمد طلحة وانت تتعلم انجليش مع مصر طلحة حبيبي طلبة وطلبات الصف الثالث الادالي شكل ما عادناكم ان شاء الله في الجزء الرابع سنحل فيه الجزء الاخير المتبقي من تمارين الوحدة الاولى وده الخاص بالدرس الثالث والرابع وكمان سنحل فيه التست الموجود في كتابه تعالوا يلا نشوف الحلول بتاعتنا ونشوف لو حلينا صح ولو حلينا غلط برضو ايه التصحيح بتاعه؟ يلا بنا تعالوا تشوف page 29 صفحة 29 في كتاب جيم وده على الدرس الثالث والرابع طبعا بقول لي كثير من السياح بيستخدمه ايه عشان يتعليمه عن تاريخ المدينة والاماكن اللي ممكن يزورها طبعا اكيد لازم يستخدمه الجايد بوك الجايد بوك يعني الدليل او الكتاب الارشادي طبعا ما ينفعوش يستخدمه الكاميرا ولا البوكشوب ولا التيكت طبعا الشخص اللي بيساعد في المحل او في مكتب التذاكر ده بقول عليه assistant اللي هو المساعد طبعا مش عارف ازا اوصل لبيتك يبقى ممكن تديني اكيد طبعا مش عارف اوصل لبقى اعز الاتجاهات والاتجاهات اسمها directions طبعا number four in order to visit another country you must get a سنزور بلد تانية لازم يكون معايا جوى السفر والجوى السفر اسمه passport طب اللي بعدها بوليد the restaurant and the guidebook was a very good طبعا was a very good recommendation يعني كان التوصية جيدة كان التوصية جيدة بولي مستر وليد likes to go a walk every friday طبعا go for a walk طبعا go for a walk بيتساوي go walking لما قول go for a swim هي هيها go swimming يبقى go بيقوارها verb plus ing طيب عندنا number seven tourists like to visit a site طبعا السياح بيحبوا يزولوا الاماكن القديمة والقديمة اسمها ancient كلمة ancient means very old very old يعني قديم جدا او عتي طيب تعال نشوف number eight بيقول جادة is very popular طبعا مهم جدا ان انا عرف حرف الجر اللي بيجي مع popular محبوب او شعبي لدى اسمها popular with تاني popular with the next بيقول i like music so i like going to a طبعا طبعا انا احب الموسيقى يبقى اكيد احب روح الحفلة الموسيقية والحفلة الموسيقية بيقول لنا اسمها concert not concrete the next students take to answer سيد طبعا انا يتناوب الادوار اسمها take turns يعني يتناوب الادوار the next my father is the person who for my school fees طبعا بولي بابا هو الشخص اللي ايه للمصاريب بتاعة المدرسة باكيد بيدفع pay for معناها يدفع سما pay for so he pays for the next our grandmother's stories يعني القصص بتاعة جديتي a us very happy a us very happy طبعا اللي بيجي وراها مفعول وبعدين صفة هي make so make us very happy يعني بتجعلنا سعداء ولنا make us ممكن يجي وراها فعلي يعني ممكن اقول make us feel very happy feel very happy تعالنا نشوف general exercises اللي على lesson 3 and lesson 4 طبعا ده حلقه في صفحة 33 صفحة 33 بقول لي عمر is talking to a tourist طبعا عمر بيكلم مع سايح فعمر بقول له welcome to Egypt اهلا بك في مصر do you need in help طبعا ده بسميه عرض مساعدة offering help فانا بقول له do you need in help محتاجة مساعدة فالياسة I don't know what to do first والله انا مش عارف اعمل ايه في الاول فلما سألوا سؤال عمر قال له that's a good idea وطالما قال له that's a good idea يبقى هو اقترح اقتراح the museum is a good place to visit بقول له المتحف ده والله مكان كويس عشان ازوره يبقى ازا هنا هو اقترح زيارة المتحف ثاني هو اقترح زيارة المتحف فاكيد حقول له how about or what about فاقول له how about how about visiting the museum يعني ايه رايك تزور المتحف يعني ايه رايك تزور المتحف لان هنا خلي بالك الاقتراح في نهايته يعني علامة استفهام خلاص فقال له how about visiting the museum ده اسلوب من اصل ليه بالاقتراح or what about or why don't you فقال له that's a good idea the museum is a good place to visit طيب فعمر بقول له I recommend a tour with a guide بقول له والله كمان انا باقترح عليك tour with a guide يعني tour with a guide يعني رحلة سياحية او جولة سياحية مع مرشد وبعدين كمل له الكلام فقال له where can I get a guidebook طيب منين اقدر اجيب ال guidebook فاذا هو اكيد برضو وصلنه هو يجيب guidebook فاكيد لازم يقول له you can يعني انت تقدر you can buy تشتري a guide book يعني انت تقدر تشتري دليل او كتاب ايش تاني you can buy a guidebook طيب tour with a guidebook ودل عرفنا فوق انه هو عايز guidebook او قال له guidebook فعمر قال له فسأله سؤال قال له the best place to go shopping is the bazaar have a good day يبقى اذا او اسأله عن المكان اللي يقدر يتسوق فيه قلت يا جماعة لما اجي اقدم اقتراح خلاص بال best place فاقول what قبلو باكتراحه قبلو باكتراحه what is the best place to go shopping يعني ايه افضل مكان اقدر اتسوق فيه قال له the best place to go shopping is the bazaar have a good day فاكيد لما حد بيتمنى لي حاجة كويسة اكيد بقول له thank you طبعا thank you معناها شكرا تانين حاوله thank you يعني شكرا طب دعا نشوف situations كده بولو write what you'd say in each of the following situations number one بولو you're asking وقولت له خلي بالك ان you're asking يعني انت اللي انطلب منك about the best place to buy souvenirs طبعا هنا ممكن ادي short answer عادي خالص واقول the bazaar عادي جدا اهو يعني اقول the bazaar هنا الاجابة صحيحة خلاص وممكن اقول you can go to the bazaar يعني تقدر تروح البازار بس كده قال لي لا عادي جدا ممكن اقول له i suggest going to the bazaar ممكن اقول له i recommend going to the bazaar وممكن اقول له i recommend the bazaar ممكن يجو اراها very plus ing ممكن يجو اراها اسم number two بولي you want to buy a new computer ask your teacher for recommendations يبقى اذا هنا انت اللي بتطلب خلي بالك انت اللي بتطلب التوصية بولي انت عايز تشير كمبيوتر جديد وبتطلب خلاص اه التوصية فطبعا هقول من اين استطيع ان اشتري كمبيوتر جديد فاذا هقول where where do you suggest ولازم اكون حافظها جدا كلها على بعضها where do suggest خلاص يعني من اين تقترح i buy a new commuter يعني تقترح ان انا اشتري كمبيوتر جديد منه number three will you ask your friend to recommend you good food to eat يبقى انت اللي بتطلب التوصية من حد زميلك بطعام جيد يبقى اذا نحاول له what good food do you suggest تاني what good food يعني ايه الطعام الجيد do you suggest اللي انت بتقترح i eat اكله طيب يا مثلا انا قلت what's the best food to eat هو افضل طعام اكله عادي جدا تعالوا نشوف choose the correct answer from a b c or d give me a to get to your house please طالما بقول لي اديني ايه عشان اوصل للبيت يبقى اكيد دي اسمها directions يعني اتجاهات اللي بعدها بقول لي i'm interested ولتلك الجماعة حفاظ احروف الجر i'm interested انتريستي بتاوت حرف الجر in وانا انتريستي ان بي جوارة فير بلاس a in g او بي جوارة you need a when you visit another country يعني انت محتاج ايه لما تيجي تزور بلد تانية اكيد لما تيجي تزور بلد تانية انت محتاج passport passport اللي هو جواز الصفر تعالوا نشوف number four to get fit you do some exercise طبعا دي نصيحة بشيء جيد فبالتالي حقول you should should معناها يجب يبقى to get fit عشان تبقى قوي لازم تعمل تمرينات اللي بعدها بقول I suggest that my father weak in hospital to get better قلت يا جماعة اذا جيه جملة كاملة وورا suggest يبقى ايزا فعلها بيكون في المصدر وهنا يقضي وقت او اسمها spend time فهنا a week يبحقول spend a week spend a week يعني يقضي اسبوع اللي بعدها بقول Egypt has a lot of tourists so tourists like visiting it طبعا السياح بيحب زروها يبقى ايزا فيها معالم جاذب السياحي معالم الجاذب السياحي اسمها tourist attractions tourist attractions طيب تعالا هنا نشوف بولا write a paragraph of about one hundred and ten words on wonderful places for tourists to visit in Egypt يعني اماكن رائعة لسياح لزيارتها في مصر طبعا شباب بشكل ما قلنا مهم جدا ان انا اعرف how to write a paragraph ازاي اكتب ال paragraph قلنا ال paragraph بيبقى عبارة عن وحدة واحدة يعني هو كله ليه قالب واحد يعني شكل واحد يا مجموعة من الجمل وكلها بتدور حوالين فكرة واحدة فلما يقول لي اماكن تزورها في مصر يبقى ايزا كل الموضوع عن الاماكن اللي انا هزورها في مصر ولكن لازم اخلي بالي من حاجات مهمة جدا وانا بكتب ال paragraph اول حاجة هو شكل ال paragraph يعني لما اكتب اول سطر لازم اصيب يعني فراغ كده في الاول وبعد كده ابدأ من هنا وابدأ ال paragraph بتاعي قلت بابدأ ال paragraph بتاعي بال topic sentence اللي هي جملة الموضوع يعني الجملة اللي حيدور حواليها الموضوع بتاعي طبعا لازم اخلي باني من يعني من علامات الترقيم هنا لما اكتب لازم اوصل لنهاية السطر يعني ماجيش في نص السطر وقف وبعدين اكتب في السطر اللي بعده لا لازم اكتب لنهاية السطر وبعد كده بكمل في السطر التاني لازم اخلي بالي ان انا بعد نهاية كل جملة وابدأ الجملة الجديدة بكابتال لتر بحرف كابتال طبعا ال paragraph لي مقدمة لي body جسم ال paragraph ولي conclusion اللي هي نهاية ال paragraph تعال كده نشوف ازاي حكتب عن طبعا هنا لما اجي اعمل يعني جملة موضوع عن الموضوع دي يبقى لازم ادي الفكرة العامة يعني general idea انا هنا هتكلم عن اماكن رائعة في مصري بحكلم اصلا عن مصري نفسها يعني هقول ايجيبت يبقى انا عايزك تلاحظ ان انا سيبت اندنت يعني فراغ في الاول وبعدين ببدأ الجملة الاولى ليه topic sentence بتاعتي ايجيبت is amazing country country يعني دولة رائعة for tourists يعني للسياح to visit للزيارة يبقى اذا انا بكلم عن ان مصر بلد رائعة هبدأ اقول ان كتير من السياح بيحبوا زيارة مصر طوال العام يعني هقول tourists اللي هم السياح يبقى انا عايزك تلاحظ معي ان انا لما نهيت الجملة حطيت فلسطين بدأت بحرف capital طوال العام يبقى لاحظ بداية من السطر التانية بيبدأ من اول السطر بيحبوا يزوروا مصر طوال العام they mainly come ولكن غالبا بيقوا in winter يعني في الشتاء there there are many wonderful places for tourists يعني في اماكن كتير جدا للسياح to visit in Egypt يقدروا كتير جدا للسياح يزوروها في مصر يبقى انا كده بدأت بال general idea بالفكرة العامة وبدأت ادخل على الفكرة الرئيسية للموضوع بتاعي اللي هو الاماكن اللي هيزوروها في مصر طيب حبدأ في الجمل اللي جاية كلها اقول they can visit حبدأ اقولهم ما يقدروا يزوروا ايه حبدأ اسرد الاماكن اللي ممكن يزوروها في مصر يعني مثلا they can visit the pyramids and the zoo at جيزة يعني يقدروا يزوروا الاهرامات وكمان حضرت الحيوان في الجيزة حدفلسطوب حقول they can go to اسوان يقدروا يروحوا اسوان طيب حاجي بالعلة ايوه هناك يبقى they can visit visit the the temples للمعابد يعني there هناك وعلى هذه الطريقة حبدأ بقوا ليقدروا يروحوا فين ويشوفوا ايه يعني ونحاول they can go together ده ممكن رولغر ده يعني يمارسوا او ابدأ اجيب الاشياء اللي ممكن يمارسوها في كل مكان هم يروحوا طبعا لو عايز اختم بعد مكتب طبعا الجمل دي هقول finally يعني ايه finally في النهاية طبعا لو قفت هنا حكتب finally هنا وقفت هنا حكتب finally في الاول finally ايجيبت يعني عشان نلخص بها ايجيبت is really a wonderful place for tourists to visit عادي جدا ممكن تبقى جملة الخاتمة شكل جملة الإيه البداية او ممكن اغيرها فايزا بالطريقة دي انا اكتب باريجراف من واحدة واحدة خلي بالك من اللي اندنت اللي انا سبتها في الاول وعلامات التقيم يعني لما اخلص جملة لازم ابدأ الجملة التانية بكابتل لتر فعلا نشوف اسئلة الازهر اللي موجودة في كتاب جيم بيج ثيرتي سيفن صفحة سبعة وثلاثين بولي read and match بولي a bizarre means طبعا البازار عارفين ان هو a market or a group of shops market or a group of shops it's D you can find out information يعني ممكن تلاقي معلومات او توجد معلومات قلنا at the tourist information center so it's E you can buy souvenirs يعني انت تقدر تشتري هدايا تسكرية from the old part of the city يعني من الجزء القديم من المدينة so it's C tourists like visiting يعني السياح بيحبوا يزور اكيد ancient sites in Egypt يعني لماكن القديمة في مصر it's B طب you can try windsurfing يعني تقدر تجرب windsurfing when the weather is windy طبعا لما يكون الطقس عاصف او فيه رياح كتير يعني مليء بالرياح فعشان كده لازم تكون ايه تعالى كده بقولي we should studying خلاص عرفنا يعني shouldn't بيجو هراها مصدر فبالتالي لازم اقول study تاني we should study the next you should go to school late طبعا دي مش حاجة كويسة فبالتالي هقول you shouldn't تاني you shouldn't go to school late يعني مش لازم تروح المدرسة متأخر you had better getting قلنا had better يا جماعة بيجو هراها مصدر يبقى اكيد get get the next do you recommend eat قلنا recommend لو جو هراها فعلا مباشرة لازم يكون في ing فحقول do you recommend eating the next I always help my sister قلت يا جماعة هلب لما يجو هراها مفعول بيجو هراها مصدر او to the المصدر فبالتالي هقول يا اما do يا اما اقول to do طبعا احنا نسيب اسئلة القصة ان شاء الله لغاية ما ناخد القصة معنا وبرضو هنحلها تاني ان شاء الله تعالى نشوف test one في جيم علي تعالي بيكلم مع سيف علي بقوله اهلا بيك في مصر hello thank you سأل السؤال يعني انا من انجلترا طبعا هنا ممكن اعمل اكتر من سؤال يعني السؤال العادي بتاعنا اسأل به where وعند الفعل في المصدر يبقى حاجب الفعل المصدر بتاعي do ايه حاطي طلع you يبقى where do you واجب الفعل الاساسي بتاعي come يبقى where do you come from تاني where do you come from طبعا عادي جدا ممكن اقول where are you from عادي جدا جماعة ممكن اقول where are you from يعني انت منين وعادي جدا نقول what's your nationality يعني ما هي جنسيتك عادي جدا I come from England فسأله سؤال له no this is my second visit يعني دي زيارة التانية طبعا هنا الناس لما بتشوف no هتسأل بالفعل المساعدة اللي هو is this is جميل طيب ويبدل مع this يبقى ازا هقول is this وروح جايما يكمل my طالحها your is this your second visit حقولها غلط طالما no ما جابش معها هنافي يبقى لازم اغير وانا بعمل السؤال يعني هقول is this your first visit to to Egypt يعني هل هذه اول زيارة لك لمصر قال لي لا دي تاني زيارة طبعا what do you think of Egypt بتسأل عن الرأي بتسأل عن الرأي يعني what's your opinion of Egypt يعني ايه رأيك في مصر فطبعا واحد سايحة جاي مصر اكيد حيدي فيها رأي كويس طبعا لما دي رأيي بقول it لهي مفرد they are لهو جامعة وابدأ ادي الصفة بتاعتي فحقول مثلا it's wonderful يعني wonderful رائعة how it's amazing مذهشة قاله thanks you're very kind هو سألوا سؤال قال له شكرا انت لطيف جدا فأكيد حيارض عليه المساعدة فحقول له do you need any help يعني هل انت محتاج اي مساعدة فقال له thanks you're very kind طبعا نشوف situations بتاعتنا write what you would say in each of the following situations you ask a friend to recommend you a place to buy souvenirs بتطلب من زميلك انت اللي بتسأل عن توصية عن مكان يشتري في هدايا بحقول what is the best place to buy souvenirs يعني ايه هو افضل مكان اشتري منه الهدايا or where do you suggest i should buy souvenirs يعني تقترح ان انا اشتري هدايا تسكرية منين طب بقول you bought a nice story and you recommend it to your friend بقول انت اشتريت قصة جميلة جدا وبتقترحها على زميلك بحقول له انا انصحك ان انت تقرأ القصة ديك فحقول له you i recommend you read this story يعني اقترح عليك ان انت تقرأ القصة دي تعال نشوف number three will your friend asks you to recommend him or hear a good story to read هو هو اللي بيطلب منك التوصية فاذا طالما هو اللي بيطلب التوصية فانا اللي حوصيه فحقول i recommend i recommend you read اوكي بقصة انا عرفة علينا السنادي ليه black beauty black beauty تعال نشوف will the tourists visit Egypt from all over the world يعني من كل انحاء العالم to enjoy بحنا بيجيب للسبب our ancient sites and to enjoy our fine weather tourists can visit the Egyptian museum in Cairo and see its wonderful things they can go to the citadel and the Cairo tower they also go to Giza to see the pyramids and the sphinx sphinx طبعا هو أبو الهول sphinx طبعا عندنا citadel يعني قلعة they go to Aswan to see the high dam and they visit Luxor to enjoy its wonderful historical historical يعني تاريخي buildings such as the valley of the kings لوادي الملوك Egypt also enjoys the most fantastic resorts طبعا كلمة resort يعني مصيف ثاني كلمة resort يعني مصيف in Alexandria and in شرم الشيخ so tourists visit them regularly يعني السياح بيزروهم بانتظام تعال نشوف the first question أول سؤال معانا what's the best title for the passage يعني ايه هو أفضل عنوان للقطاع طبعا هنا بيترك ليج المجال تختار أي عنوان بس يكون عايد على القطاع صح لو في ناس كتبت ايجبت بس صح ممكن أقول ايجبت يعني مصر مكان جميل للزيار ايجبت طبعا أي عنوان عايد على القطاع او فكرة في القطاع على طول بيكون صحيح why do tourists like to visit ايجبت يعني ليه السياح بيحبه يزوره مصر احنا قلنا السياح بيحبه يزوره مصر لو رجعنا ليه القطحة الليها في السطر الأولاني يبحقول to enjoy يعني عشان يستمتع بي it's wonderful historical buildings يعني عشان يستمتعوا بمبانيها التاريخية تاني عشان يستمتعوا بمبانيها التاريخية number three what does the underlined word resorts mean طبعا كلمة resort d قلنا معناها مصيف طيب يبقى هنا resorts معناها مصيف او beach beach is يعني شواطئ تاني beach is يعني شواطئ مصيف يعني طيب تعال هنا بقول choose the correct answer from a b c or d tourists enjoy visiting طبعا السياح بيستمتعوا بزيارة طب بيستمتعوا بزيارة ايه اكيد استمتعوا بزيارة لوكسور وكمان الجيزة so a and b the next the value of the kings is in طبعا وادي الملوك موجود في لوكسور تاني وادي الملوك موجود في لوكسور طبعا هنسيبه للقصة ان شاء الله هنرجع لها تاني لما ندرس القصة بتاعتنا او chapter one تعال نشوف it's cheaper to stay in a youth قلنا اسمه youth hostel يعني نزل الشباب تاني youth hostel يعني نزل الشباب اللي بعدها بقول ايه is a sport you can do on on water يعني على سطح الماء دي اسمها wind surfing number three you go outside it's raining طبعا طالما الدينية بتمطر حقول لي حنصحك ان انت ما تخرجش فبالتالي حقول you shouldn't the next we had good to the library and found it easily وجدناها بسهولة يبقى directions what's meant by directions اللي هي الاتجاهات عشان كده لقينا اتجاهات جيدة للمكتب اللي بعدها بقول لي number five tourists like to buy it to remind them of the place طالما بيفكرني كلمة remind معناها يذكر طالما بيذكرني بالمكان يبقى اكيد دي اسمها souvenirs يعني هداية سكرية بتذكرني بالمكان اللي انا كنت فيه number six we want to go for in this quiet street طالما قال لي for ما جيبش فعل في ing حاجب النوني before a walk for a walk when you go to alexandria I suggest taking some photographs طبعا كل الموضوع هنا ان كلمة suggest هي هيها بالضبط كلمة recommend معنى يوصي به فكل الموضوع ان انا حشيل كلمة suggest وحط مكانها كلمة recommend وقلنا سواء suggest I recommend لاثنين بيجو عراهم verb plus ing so when you go to alexandria I recommend taking I recommend taking the next it's not a good idea طالما قال لي مش فكرة جيدة يبقى حشيل it's not a good idea وحط على طول you طيب you ايه هقول you shouldn't you shouldn't واجيب وراها المصدر مباشرة من غير two يبقى you shouldn't stay up too late you shouldn't stay up too late طيب number three you shouldn't you shouldn't play in the street لا يجب ان تلعب في الشارع advise والنصيحة اللي بتبدأ بadvise اسمها I advise you تاني I advise you واجيب two او not to طالما هنا shouldn't يبقى not to so I advise you not to play يعني انصحك الا تلعب in the street يعني الا تلعب فين في الشارع تاني I advise you وهنا جبت not to عشان هنا shouldn't I advise you not to play in the street طبعا هنا بقول لي اكتب الparagraph عن your visit to alexandria احنا قلنا يا جماعة قبل كده ان لما بكتب عن زيارة لاي مكان في جملة كده محفوظة لازم اكتبها في اي زيارة ولكن اوعى تنسى برضو شكل الparagraph وازاي بكون الparagraph وازاي بكتبه بطريقة صحيحة طبعا هنا لازم اجيب في اول جملة جملة الموضوع اللي هتعرفنا انا هكتب عن مين او عن ايه طبعا هنا الزيارة الاسكندرية انا ممكن ابدأ بجملة افتتاحية طبعا حسيب فصلات الاولاني فراغ كده في الاول وبعد كده اكتب اسكندرية اسكندرية دي مدينة شيقة طيب هبدأ اتكلم عن الزيارة هقول انا زرتها امتى زرتها مع مين رحتها ازاي بدأنا الرحلة امتى وصلنا هناك امتى قعدنا فين وابدأ اتكلم عن الاكتبريز النشاطات اللي انا مارستها هناك يبقى الجمل دي هي اللي هتوصلني لي المية وعشرة كلمة او لجزء لبأس بيه من الجمل فهنا هقول اي فيزيتد اليكس لاست ويك انا زرت اسكندرية الاسبوع الماضي هبدأ اقول رحت مع مين اي وين with my family يعني انا رحت مع اسرتي طبعما رحت مع اسرتي هبدأ اتكلم روحنا ازاي هبدأ اقول we وين باي كار باي باس باي ترين اي وسيلة طيب هبدأ اقول بدأنا الرحلة امتى وصلنا هناك امتى كkk سو صارتد يعني احنا بدأنا الرحلة بتاعتنا at 8 يعني احنا وصلنا يعني وصلنا اسكندرية الساعة we stayed يعني احنا عدنا in a hotel يعني احنا عدنا في ايه شباب في فندق خلاص لو احنا عدنا يوم او يومين او تلاتة ممكن اذكر يعني ممكن اقول we stayed for three days يعني عدنا لمدة تلاتة طيب هقول beautiful beaches ده هي فيها شاطئ جميلة حد اقول الانشطة اللي مارسناها هناك او لو انا عايز اتكلم على كل فرض من افراد الاسرع عادي خالص يعني احقول we went احنا ذهبنا to the beach للشاطئ عايز اقول we sat احنا عدنا under an umbrella عدنا تحت شمسية i wind swimming يعني انا ذهبت الى السباحة my brothers اخواتي مثلا سبيان played and the sand rum يبقى هنا حد اجيب الانشطة اللي احنا مارسناها وهنا ممكن نفتح في عدد لا بأس به من الجم برضو ممكن يختم وقول finally في النهاية i think اعتقد it was a very interesting journey يعني كانت رحلة جميل انا بنصحك ان انت تزور اسكندرية لو عايز اكمل وكده يبقى انا كتبت البراجراب بشكل سليم دايما نركز على البانكتواشن لما احط في الستوب يبقى انا حدق به تعالوا بقى حبابي نشوف التدريبات اللي على لسن ثري اند فور في كتاب المعصر لو فتحنا بيج فورتي ثري صفحة تلاتة اربعين طبعا هلالتشوز او الحاجة بوليه النوفلز are my favorite like reading about باستيب ايزا طالما بقرأ فيها عن الماضي باكيد دي historical وكلمة historical بمعنى تاريخ historical بمعنى تاريخ number two bullet touristes السياح use a to know the best place to visit طبعا بيستخدموا ايه عشان يشوفوا افضل مكان يزوره باكيد حيستخدموا الguide book الguide book اللي هو الدليل اللي بعدها بولا our school held a great طبعا هنا held بمعنى يعقد فبولا our school held a great to enjoy a music show طبعا طالما enjoy بمعنى استمتع كلمة music show يعني عرض موسيقى والعرض الموسيقى بيكون في الحفلة الموسيقى والحفلة الموسيقى اسمها concert number four my father is who studies things and objects from the past يعني بيدرس اشياء موجودة في الماضي كانت موجودة في الماضي اللي بيدرس الحاجات بتاعت الماضي او الخاصة بالماضي ده بسميه archaeologist وانا archaeologist يعني عالم اثر تاني archaeologist يعني عالم اثر number five ايمن ذات وي شود visit alexandria last summer طبعا بيقول لي ايمن ايه that we should visit alexandria last summer طبعا الفعل اللي بيجي وراءه جملة كاملة والجملة كاملة بيبقى فيها should او مصدر بس هو كلمة recommend so ايمن recommended that we should visit alexandria last summer وخلي بالك من الكلام لما يقول لي ايمن recommended or ايمن suggested يعني ايه حاجة من الاتنين كلمة suggest او recommend لما يجي وراء جملة كاملة بيبقى فعلها في المصدر مع اي فعل او should زائد المصدر تعال نشوف number six is there a good place to a shopping near here طبعا يازب لتصوق اسمها go shopping go shopping طيب تعال نشوف number seven بيقول لي an is a person who helps in a shop or a ticket office طبعا طالما بيساعد في محل او في مكتب التذاكر ده بسميه assistant تاني بسميه assistant number eight بولي the restaurant in the guidebook was a very good طبعا good هنا صفة يبقى انا عايز اسم طبعا a very good قلنا كانت توصية جيدة اسمها a very good recommendation تاني a very good recommendation number nine علي needs a when he visits another country طبعا بحتاج ايه لما ازور بلد تاني اكيد بحتاج passport passport اللي هو جواز الصفر طب تعال نشوف عزيزة long man بيقول when they visit شرم الشيخ طبعا قلنا كلمة activity activity يعني انشطة والانشطة تاخد الفعل do so do different activities تاني do different activities طيب تعال نشوف اللي بعدها بقول directions to tourists helps them a lot طبعا اعطاء الاتجاهات اسمها giving directions تاني giving directions to tourists helps them a lot يعني اعطاء الاتجاهات للسياح بتاعتهم كتير جدا تعال نشوف number 12 بقول لكسور is one of the main tourists in Egypt طبعا one of the main tourists كلمة tourist يعني سياحي خلاص يبقى اسمها tourist attractions وقولن attractions يعني معالم جذب السياحي يبقى لوصور دي واحدة من معالم الجذب السياحة الرئاسية اللي موجودة في مصر number 13 look after your you shouldn't leave them on a bus or a train طبعا بقول لي اعتني بايه ما تسيبهم شي في الوتوبيس او الكتر طبعا اكيد حاول اعتني بالممتلكات بتاعتك عشان كده لازم اقول positions تاني لازم اقول positions طيب تعال نشوف number 14 you should aim for the shopping yourself you should aim for the shopping yourself طبعا هنا لازم انت pay for وانا pay for معناها يدفع ثمن تاني pay for معناها يدفع ثمن يعني انت اللي تدفع ثمن المشترات بنفسك number 15 Alexandria is popular its beautiful beaches طبعا هنا معروف ان popular بتاخد حرف الجر with مع اعتراضنا ان المفروض يجيب لي popular with mean يعني المفروض يقول لي هي محبوبة من مين لان طبعا كلمة popular with يعني محبوب يعني liked يعني supported فالمفروض ما يجيب ليش الاماكن اللي هي مشهورة بيها لان كده هيبقى محتاج كلمة famous for or will known to فعشان كده عشان يقول لي Alexander is popular with لازم يقول لي is popular with tourists مثلا يعني محبوبة من السياح نمبر 16 students turns to work in pairs طبعا واخدين يتناوب الادوار اسمها take turns number 17 suggested the internet طبعا كلمة suggest معنا اقترح وانا suggest لو جيه وراها فعلي مباشرة لازم يكون الفيرب ده بلاس ing فتبقى surfing number 18 the girl is interested طبعا interested بتغط حرف الجر in ودي معنى مهتم بي وبيجه وراها verb plus ing طبعا number 19 my brother did many in her geta طبعا قلنا عمل نشاطات اسمها did many activities طبعا activity بتاخد الفعل do ما بتاخدش الفعل make طبعا نشو بيج 46 صفحة 46 بيقول لي you ask a friend about the best place to see dolphins طبعا هنا انت اللي بتسأل فحاوله what is the best place to see dolphins طبعا هل كده بس قال لي لا طبعا ممكن اقول where do you suggest i should go to see dolphins where can i go to see dolphins طبعا اي اجابة من دول number two bullet friend asks you where to go on the mid year holiday recommend the place انت اللي هتقترح مكان خلاص فطبعا اي صيغة من صيغة تراح المكان واقول i recommend يعني انا اقترح يعني اقترح ان انت تروح حضوكة الحوان او ازهاب لحضوكة الحوان you suggest going to the bazaar you suggest going to the bazaar يعني انت بتقترح ازهاب الى البازار فعادي جدا ان انا حاول يودي الاي وتبقى i suggest يعني انا اقترح واقول عادي خالص going to the bazaar يعني انا اقترح ازهاب الى البازار or what about going to the bazaar ارا يوكن روح البازار or i recommend going to the bazaar or i recommend you go to the bazaar number four you recommend a boat trip on the nile to your friend يبقى ازا نحاول i recommend يعني اي recommend يعني انا اقترح او اصيبي i recommend a boat trip احنا قلنا جماعة اني recommend ممكن يقورا فيربلاس ing او النoun فهقول i recommend a boat trip on the nile خلاص في النه اللي بعدها you ask someone where you can get a guidebook where you can get a guidebook سؤال سهل جدا نحاول where can i get a guidebook where can i get a guidebook او در اجيب الدليل من منين or what's the best place to get a guidebook where do suggest i should go to get a guidebook number six you ask a friend to recommend you a place to buy سيفونه سبعا انت you ask a friend انت اللي بتطلب من صديقه انو هي اقترح ليك مكان to buy سيفونه 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 الدرس الثالث والرابع تعال نشوف كده اول حاجة finish the following dialogue ايمن is talking to a tourist طبعا ايمن هنا بيكلم مع سيح فالتوريست بيقوله is there a good place to go sailing near here هو في مكان اريب من هنا اقدر امارس فيه الابحار فايمان قال له yes there are some beautiful places قال له او الله اذا فيه اماكن جميلة وبعدين قال له ايه فقال له the nail يبقى اذا طالما قال له the nail وتعجب كده فالمفروض ان ايمن قال له الكلام ده فوق طيب يبقى اذا اقترح عليه فحقول له you can go you can go or you should go so you can go to the mile يعني انت ممكن تروح النيل ثاني you can go to the mile يعني انت ممكن تروح النيل فقاله the mile بتعجب وسأل وسأل I suggest that you start in the evening اا اقترح ان انت تبدأ خلاص في الصباح يبقى اذا هو سأل امتى ابدأ يبقى اذا حيسأل when when معناها متى وغدين do suggest يبقى when do you suggest يعني متى تقترح I start I start or when do you suggest I should start اي حاجة من الاتنين or we start فالله suggest that you start in the evening في المساء سألوا سؤال yes a tour with a guide will be helpful a tour with a guide will be helpful قلت لما اطلب لما اطلب توصية اقول do you recommend يبقى اذا هقول do you recommend a tour with a guide يعني هل تقترح ان انا اروح في جولة مع مرشد فطبعا التوريس قاله what's the best place to buy seven years what's the best place to buy seven years طبعا هنا حدي short answer عادي جدا وحوله the bazar the bazar تعال نشوف a situation your friend asks you to recommend a place to go on for a day انك تقترح مكان تروح يوم الجمعة با اذا هو اللو بيطلب فحول will i recommend going يعني اوصب الزهاب الى ودي باع اي مكان to the zoo to the park اي مكان the next you ask your friend to recommend you the best place to try the chinese food اذا هو اذا هو انت لب تطلب فاذا هو what is the best place يعني ايه هو افضل مكان واجب to plus the infinitive يبقى to try يعني افضل مكان اقرب في that chinese food اللو هو الطعام الصين اوكي the next your sister wants يعني اختك to read to read a story and she asks you to recommend her one يعني بتطلب منك انك تقترح عليها قصة طبعا هنا اصل حاجة ان انا اجيب القصة اللي علينا السنادة اللي هي black beauty فحولها i recommend يعني انا اقترح وانا انا اقترح بيجو على جملة كاملة فعلها بيكون في المصدر i recommend you read اقترح ان انت تقري black beauty black beauty وهنا البي 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 لان ده اس قصة فحيز نحاول black beauty تعال نشوف الاختراط اللي موجودة عندي بولو when your hands are with لما ايديك بيكون مبلولة you shouldn't touch items items دي بمعنى اجهزة so electrical items اجهزة القهربية اي اجهزة قهربية او اي غلوق قهربية ما ينفع شي تلمس وانت ايديك مبلولة number two the tour a can tell you a lot of interesting things about history طبعا اكيد the tour mean tour guide the next can you tell me about the best place to a traditional Egyptian food طبعا هنا try بمعنى يقرب يبقى ممكن تقول لي عن افضل مكان اقدر اجرب في traditional Egyptian food الطعام المصري number four i don't how to get to your house can you give me طبعا انا مش عارف اصل ازاي البيت فاكيد حط لك الاتجاهات والاتجاهات اسمها directions or directions number five we should young children to practice useful hobbies طبعا نعمله في الاطفال عشان يمارسوا اكيد نشجعهم يبقى encourage encourage the next that's the best way to south beach so that's the best way قلنا the best way يبقى لازم اجيب وراء تو المصدر يبقى لازم اقول to get to get the next if i wear you i would stop smoking قلنا دي طريقة من طرق النصيحة هو عايز يستعملي shouldn't يعني عايز يستخدم النصيحة ب shouldn't بس خلي بالك هنا would مش wouldn't يبقى ايزا هنا لازم اغير اقول له انا مكانك هتوقف عن التدخين يبقى لا يجب ايه اكيد لا يجب ان ادخن فايزا هقول you لان النصيحة موجهة لك انت يبقى you shouldn't you shouldn't you shouldn't smoke يعني لا يجب ان تدخن تاني you shouldn't smoke يعني لا يجب ان تدخن the next i advise you to sleep early بنصحك انك تنام بدري واللي عايز استعمل الشوت طبعا النصيحة برضو موجهة لك انت فحقول you should يعني انت يجب so you should ها اجب المصدر sleep وبعدين early you should sleep early the next you should study your lessons carefully يجب ان انت تذاكر دلوسك بحرص بل لقاء advise طبعا يبقى i advise you منصحك انت النصح موجهة لك انت advise you حاجب وراتو المصدر يبقى to to study ان انت تذاكر your your lessons ان انت تذاكر الدروس بتاعتك carefully واسمن با carefully يعني بحرص وده حال من احوال الطريق the next بقول لي write an email of about 110 words on وجايب لي interesting places to visit in ايجيبت الاماكن اللي انت تزورها في مصر ان شاء الله بعد ما نخلص حل التمرينات هنشوف ازاي هنكتب الاميل ده هو والبارغراف بتاع الامتحان تعال نشوف التست بتاعنا النهارده تست 1 في كتاب المعاصر وده صفحة 55 page 55 number 1 finish the following dialogue انهي المحادسة بقول لي اناس اللي اتنين بيكلموا عن اجازة نص السنة اللي جاية طبعا مد بمعنى منتصف وميد يير يعني نص السنة يعني اجازة نص السنة اللي جاية انهس بيقول سعيد لرؤيتك يا هني طبعا اكيد لما حد بيقول يعني سعيد لرؤيتك برد عليه بنفس التحية بس حط في الاخر فحقول له pleased to meet you to جان pleased to meet you to يعني مصرور لرؤيتك انا كمان او ان انا قابلتك انا كمان فسعى السؤال قال له قال له والله انا هقضي الاجازة بتاعتي او اجازة نص السنة يعني في الغالدة يبقى اكيد كان بيقول له انت هتقضي الاجازة فين يبقى لازم احدد بتاعتي ادات الاستفهام بتاعتي وهي where where بمعنى اينها where دي ادات استفهام دايما بحتاج وراها helping verb يعني فعل مساعد طب هروح هلاقي الفعل المساعد بتاعي will so where will طيب بعد الفعل المساعد بجيب الفعل اللي هو اي حاط الله you but where will you spend يعني اين صدق دي وكمل عاده خالص the next mid year holiday holiday طيب اجيب انرجاء ده قال لي لا طبعا لانه هو ده الاجابة بالمكان طيب سالس سؤال قال له because it's a wonderful place for holiday طبعا هنا ممكن نعلم السؤال بسيط خالص وقول له why why يعني ليه واجيب الاسم بتاعي لو why يعني ليه الغرداء ده سؤال ممكن نعمل السؤال التقليدي واقول where ليه اعداد why sorry ليه اعداد لستفهام واجيب will برضو اللي هو الفعل المساعد ويو برضو واجيب spend where will you why will you spend يعني ليه انت هتقضي وكمل وابدأ اجيب اي رياضة من الرياضات المائية اللي مشهولة بيها الغرداء so you can try windsurfing windsurfing bully your sister is going outside but it's raining it's raining advise her طبعا طلع بره ودينا بتمطر اكيد حولها you وانصحها shouldn't يعني لا يجب so you shouldn't go outside يعني المفروض ما تطلعيش بره ليه because it's raining the next ask your friend to recommend you a place to visit at the weekend انت اللي بتطلب من زمينك الاقتراح يبقى ممكن اقول له what place or which place اي مكان which place or what place عادي بقى اي طريقة do you recommend do you recommend يعني اي مكان انت بتوصي i visit at the weekend يعني اي الاماكن اللي بتوصي ان انا زورها في عضلة نهاية السبوع you suggest alibaba restaurant for having lunch with your friends انت اللي بتقترح خلي بالك المكان ده مش حد اللي بيقترح او انت بتطلب اقتراح لا انت اللي بتقترح فايزا نحاول i suggest واسمه باي suggest يقترح واسمه بيقرح واسمه بيقرح واسمه بيقرح so i suggest having lunch يعني اقترح بتناول الغداء at في alibaba restaurant يعني في مطعم alibaba تاني في مطعم alibaba the next بولي دير ماروة عزيزت ماروة طبعا ده email or letter i'm so happy to hear that you and your family are visiting alexandria in summer سعيد ان انا سمعت ان انت وصلتك عطول اسكندرية في الصيف it's wonderful wonderful means interesting يعني رائع شيق place for a holiday for a holiday there is a lot to do and many different places to stay there يعني فيها مكن تقدر تعودي فيها هناك لازم قابلي مامشي اشوف ذردي عيد على ايه اكيد عيد على alexandria لان اكيد حاجبل عليها سؤال you can come or stay in a hotel when you arrive ممكن عسكري او انت تعودي في فندق you can visit alexandria library ممكن تزول مكتبة الاسكندرية and find out much information وتوجيدي معلومات كتير you should visit it on the first day لازم تتعودي اول يوم alexandria has some beautiful beaches فيها شعوات جميلة you can swim تقدر يتعومي in the sea there when it's windy لما الجو يكون عاصف او شديد الرياح يعني you should definitely try windsurfing ممكن تجرب ركوب الامواق also ايضا you can take a boat trip to try fishing you shouldn't walk too much in the sun ما تيبشيش كتير في الشمس it's best to visit places early in the morning جزولي الاماكن الصبح بدري don't forget to go shopping ما تزيش تروح تتتسوائي there are beautiful things there في حاجات جميلة هناك have a great time يعني استمتعي بوقتك او اتمنى لقضاء وقت جميل وقت جميل حسن وبعدين مضى تحت في الاخر حسن تعال نشوف الاسئلة بتاعتنا number one where can marwa find much information ممكن تلاقي much information فين طبعا احنا عرفنا in alex or alexandria library في مكتبة number two what shouldn't marwa do when she visits alexandria المفروض ما تعمل شي ايه خلي برك مش تعمل ايه المفروض ما تعمل شي ايه لما تزور اسكندرية طبعا هو هي هو قال انها ما تمشيش كتير في الشمس بحقول she shouldn't walk too much in the sun يعني ما تمشيش كتير في الشمس the next why do you think alexandria is beautiful place for holiday لابتعتقد ان اسكندرية مكان جميل للزيارة طبعا اكيد هقول there are a lot of things to do there because يعني لان there are a lot of things يعني فيه اشياء كتير there to to do there يعني تقدر تعملها هناك the underlined were there ولتلك ركز لان طالما جاب لي there واحد تحتها خط اكيد هيجيب لي سؤال عليها فطبعا there هنا عيد على alexandria اسكندرية wonderful in the second line means طبعا wonderful means interesting or fantastic فمدينينا كلمة fantastic طبعا القصة ان شاء الله هنحلها بعد ما ناخد chapter 1 الفصل اولاني بنرجع ان شاء الله لحل القصة تعال نشوف الاختيارات on page 57 بولي choose the correct answer from A, B, C or D number one the hotel was very so we enjoyed our stay there بولي الفندو كان ايه فاستمتعنا بالمكوث هناك فاكيد هيبقى comfortable طبعا طالما استريحنا في الوعات هناك اكيد كان مريح number two بولي the students usually stay in a youth اسم youth اكيد هستل خلاص بقى حفظناها number three we worked for two hours and then we took طبعا طالما اشتغلنا مدة واكيد بناخد فترة راحة اللي هي break the next you should out for the sun in summer so you should ها اكيد look out for the sun look out for the sun number five the sun isn't very hot outside you an umbrella طبعا بقولي ان الدين مش حر عوي so you shouldn't use your umbrella خلاص مش المفروض ان تستخدم الهي الشمسية بتاعتك the next it wasn't a good it wasn't a good to stay up late when you had an exam so it wasn't a good recommendation ونهي recommendation بمعنى توصية تعال نشوف it's bad to spend so much time watching tv it's bad to spend so much time watching tv بقولي يو طبعا طالما الشيء سيئي بأكيد you shouldn't you shouldn't اللي بحب دع بيو عادي خالص اهم وبعدين يجب وراها shouldn't يعني لا يجب فأقول you shouldn't واجب المصدر spend so much so much means too much يعني وقت كتير time watching وكمل عادي خالص tv طيب تعال نشوف قبل اللي بعدها you had better not sleep late قلني had better يجي وراها مصدر يجي وراها not والمصدر طب هنا بيقولي you had better not sleep late يعني الأفضل انت ما تنمشي متأخر بقولي shouldn't بسالة خالص هود هشيل had better وحط مكانها shouldn't فحقول you shouldn't sleep late you shouldn't sleep late طب يوم مثلا هو قال لي استعمل should you should sleep early you should sleep early the next I advise you to study hard for the final exam انصحك ان انت اتذكر بجد للامتحان انهي طيب هو بقول اللي استعمل should يبعز ان حقول you should يعني يجب study hard for the final exam طبعا طبعا بقى تعال نشوف الايميل بتاعنا اللي كان في listen three and four ودا كان من ياسر اللي باعت لانس عشان يتكلم له الاماكن الشيخة اللي ممكن يزورها في مصر قلنا طبعا هو بيبقى مديني او حتى لو مش مديني يبقى عندي to يامة اليسار from to وfrom وقلنا بيجي تحتهم السبجيكت السبجيكت اللي هو الموضوع طبعا to بكتب ايميل الشخص اللي مرسل له الايميل وfrom طبعا من الشخص اللي كاتب الايميل والسبجيكت طب الحاجات دي مدهاني فين اكيد مدهاني في رأس السؤال طبعا عرفنا هو رايح لانس at yahoo dot com طيب رايح من مين طبعا رايح من ياسر at yahoo dot com وانا قلت لك جماعة لو مش مديني ايميلات اكتب اثاني تاني انا قلت يا جماعة لو مش مديني ايميلات عادي جدا ان انا اكتب اسامي يعني مش شرط اكتب الاميل تاني مش شرط اكتب الاميل لو مش مديني ايميل عادي جدا اكتب الاسم طيب قلنا الموضوع بتاعي قلنا الموضوع بتاعي هيكون interesting places to visit in Egypt تاني interesting interesting places places to visit in Egypt يعني اماكن للزيارة في مصر تاني interesting places to visit in Egypt طبعا عارف ان انا ببدأ الاميل دايما بكلمة dear والاسم او hi والاسم طبعا هو رايح لي مين لاناس سوال say dear اناس عزيزي اناس كمه وحط الكمه بتاعتي قلت ببدأ دايما اي ايميل how are you how are you يعني كيف حالك how are you طبعا قلت من الحاجات المهمة حقول i'm happy يعني انا سعيد جدا to send this email to you يعني سعيد جدا ان انا ابعت لك الاميل ده لاحظ ان دايما dear والاسم ببدأ من تحت الاسم how are you لكن تاني السطر ببدأ من اول السطر خلاص فحقول to send this email to you المفروض ان انا ببعد عشان اقول الاماكن الجميلة في مصر طبعا لازم هقول في الاول عن مصر فهقول Egypt is a wonderful place for tourists to visit خلاص طيب هي مكان رائع للسياح عشان يزهو هبدأ اقول ان فيها اماكن جميلة it has ما بقول المكان فيه فبقول it has it has many interesting places يعني فيها اماكن شيقة كتير خلاص طيب بعدين قال لي المفروض ان انا بعد مكتب كده اقترح عليه الاماكن اللي هو ممكن يزورها في مصر طبعا هقول if you come يعني لو انت جيت you can visit the pyramids يعني ممكن تزور الاهرامات there هناك you can ride camels ممكن تركب جميل you can ride horses you can take all of photos يعني صور كتير طيب هنطلع من الكلام ده هنطلع بالكلام ده من ان انا هقول له يقدر يزور ايه وكمان النشاطات اللي يقدر يقوم بها في المكان ده يعني انا بقول له يقدر يزور المكان وكمان النشاطات اللي يقدر يقوم بها في المكان ده طبعا هنا ممكن بقى انا اكمل بحاجات كتير جدا يعني ممكن اقول الاماكن اللي يقدر يزور كلها في مصر بالمنظر ده بعد ما خلص الاميل بتاعي طبعا بكتب تحت see you soon يعني اراك قريبا وبعدين soon sorry soon see you soon وقول yours وابدأ امضي باسمي انا تحت طب اسمي انا اللي انا باعت الاميل اللي هو ياسر وبكده احنا خلصنا تمارين الوحدة الاولى بالكامل من كتاب جيم وتمارين المؤاصر التست او الجزء الخاص بالدرس الثالث والرابعة اتمنى انتم تكونوا استفدتم معايا النهاردة thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bill so that you can watch all our episodes goodbye سلام عليكم موسيقى